تعالوا بقى نكمل كلامنا عن أخبار النادي الأهلي أعلن الأستاذ أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي عن انتقال محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم إلى نادي هاتاي سفور التركي لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة بنية البيع قام توفيق بإنهاء كافة الأمور الإدارية والمالية الخاصة بانتقال اللاعب إلى النادي التركي كمان قام كهربا بتمديد عقده مع النادي الأهلي لمدة سنة إضافية دون أي شروط مؤكدا على ارتباطه بالنادي الأهلي ورغبته الشديدة في خدمة الأهلي لأطول فترة ممكنة